بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المفسرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل مع بعض دروس توزيعات المعاينة Sampling Distributions توزيعات المعاينة الطبيعية والNormal Sampling Distributions هنأخذها من طريق مجموعة من النظريات هنبدأ بنظرية 7.1 المقررة علينا في منهج الإحصاء التنبيقي إذا كان Y قيمة للإحصاء Y والذي يتبع توزيعا طبيعيا بمتوسط ميو Y وانحراف معياري Sigma Y فإن Z أي المتغير الطبيعي القياسي حيث يساوي Y نائس ميو Y المتوسط مقسوما على Sigma Y التي تمثل لانحراف المعياري وتكون قيمة Z هي قيمة المتغير العشوائي الذي يتبع التوزيع الطبيعي القياسي حيث Z بتساوي قيمة المتغير أو بتساوي المتغير Y نائس ميو Y على Sigma Y تطبيق هذه النظرية يمكن على العينات العشوائية المختارة من مجتمعات متقطعة أو منفصلة والتي تتبع التوزيعات العينية لإحصائتها تقريبا التوزيع الطبيعي إذن ممكن تطبيق هذه النظرية على توزيعات عينية يكون إحصائتها تقريبا بتتبع التوزيعات الطبيعية حتى ولو كانت المجتمعات التي تسحب منها تلك العينات متقطعة أو منفصلة نظرية 7-2 وبتتكلم على توزيع المعينة للمتوسط أو Sampling Distribution of the Mean بيعتمد شكل التوزيع العيني للمتوسط X bar على شكل المجتمع الأصلي الذي اختيرت منه العينات إذا أخذنا عينات متكررة من مجتمع بيكون تابع للتوزيع الطبيعي بمتوسط ميون وانحراف معياري Sigma فإن التوزيع العيني للإحصائية أو للإحصاء X bar بيتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط ميون وف X bar بيساوي ميون أي بيساوي توزيع المجتمع الأصلي وانحراف معياري Sigma وف X bar بتساوي Sigma على جزر N أي أن الانحراف المعياري لا يساوي الانحراف المعياري للمجتمع الأصلي إنما يساويه بعد قسمته على الجزر التربيعي لحجم العينة حيث NU X bar وسigma X bar هما المتوسط وانحراف المعياري للتوزيع العيني للإحصائية أو للإحصاء X bar ملاحظة هامة في حالة معرفة متوسط التوزيع ميون وانحراف المعياري Sigma ما يمكننا تحويل X إذا تم السؤال عن المتغير أو عن الظاهرة إلى المتغير العشوائي المعياري Z عن طريق طرح المتوسط ميون والقسمة على الانحراف المعياري Sigma أما إذا كان السؤال عن متوسط الظاهرة أو متوسط المتغير اللي احنا بنلوزه بالرمز X bar فيمكن تحويل X bar إلى المتغير العشوائي المعياري Z وذلك عن طريق طرح المتوسط ميون ولكن هذه المرة القسمة على الانحراف المعياري لسجما أو للإكس بار Sigma X bar والذي يساوي Sigma على جزر N نلاحظ الفرق في المقام تم القسمة هنا على الانحراف المعياري تم القسمة هنا على الانحراف المعياري للمجتمع مقسوما على جزر حجم العينة مثال إذا كانت أوزان الطلاب في جامعة الملك خالد تدبع توزيع طبيعي ميو أو بمتوسط ميو بيساوي 70 كيلو وانحراف معياري 10 كيلو فإذا تم اختيار عينة عشوائية من 25 طالب أي أن N بتساوي 25 Sigma تساوي 10 المطلوب احتمال أن يكون متوسط الأوزان أقل من 75 حيث أن التوزيع طبيعي بمتوسط وانحراف معياري على الترتيب كما شاهدنا فإن X bar يدبع توزيعا طبيعيا بمتوسط وانحراف معياري ميو X bar هي نفسها ميو الأصلية Sigma X bar هي نفسها Sigma الأصلية ولكن مقصومة على جزر حجم العينة أو جزر N لو أخذ بالك من الشكل بيقول لي أو من شكل أو صياغة التمرين أو المثال بيقول لي عايز احتمال أنه متوسط أوزان الطلاب X bar يكون أقل من 75 هنحول X bar كالعادة إلى Z ولكن لاحظ معايا أنه بطرح الميو ولكن بأسم على Sigma على جزر N القيمة هنا كانت 75 نطرح منها الميو اللي كانت 70 على Sigma اللي كانت بعشرة على جزر حجم العينة أي جزر 25 ستبقى الاحتمال عندي probability of Z أقل من 5 على 10 على 5 أي 5 على 2 ب 2.5 نذهب لإيجاد القيمة من الجدول الجدول يعطيني القيمة فقط من 0 حتى 2.5 هذه المساحة وأنا عارف أن التوزيع متماسل حول الصفر أي أن هذه المساحة بنصف أجمع النصف على قيمة الاحتمال التي أتيت بها من توزيع Z أمام القيمة 2.5 أسفل الصفر فأجدها 0.4938 أي أن احتمال أن متوسط أوزان الطلاب يقل عن 75 كان بيساوي 0.9938 تمنية